موجز الأخبار المحلية مع مظهر حركة عشر الأوساط 1450 آئين وسعدتم صباحا عزيزي المستمعين وأهلا وسهلا بكم إلى موجز لأخبارنا المحلية شددت كندا من العقوبات ضد إيران على خلفية تهديد النظام هناك للسلام والاستقرار في العالم وقررت التجميد الفوري لأصول مجموعة جديدة من الأفراد والمؤسسات ذات الصلة المباشرة بنظام محمود أحمد نجاد مثل الحرس الثوري الإيراني والمصرف المركزي بحسب ما أفاد به وزير الخارجية الكندي جون بيرد هذا وأعلن بيرد أيضا بأن كندا خفضت عدد ديبلوماسيها في السفارة في سوريا ولم تبقي سوى على الموظفين الضروريين بسبب عدم الاستقرار المتنامي في البلاد وقال بيرد في بيان إن السفارة الكندية لا تزال تقدم خدمات محدودة مع الإقفال التام لقسم التأشيرات والهجرة وأشار إلى أن التدهور المستمر في الأوضاع الأمنية والقيود المفروضة على التنقلات من قبل السلطات السورية قلصا إلى حد كبير من قدرة السفارة على مساعدة الكنديين المتواجدين هناك وفي الصياق ذاته علمت محطة سي تي في الإخبارية بأن السلطات الكندية رحلت اثنين من الدبلوماسيين الروس على خلفية فضيحة التجسس التي كان بطلها أحد أفراد القوات البحرية الملكية الكندية وأحد الدبلوماسيين المرحلين هو ملحق عسكري في السفارة بينما الآخر مستشار عامل في تورونتو وتقول السفارة الروسية أن رحيل الشخصين مرتبط بانتهاء عقود عملهما ليس إلا على الصعيد الداخلي حسمت الأغلبية العددية لحزب المحافظين التصويت الباكر صباح أمس لتحديد النقاش حول إنشاء برنامج تقاعد جماعي مضمون في القراءة الثانية له أمام مجلس العموم الكندي بما سيسمح بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة اليوم الأربعاء حزب المعارضة الرسمية قال بأنه سيستخدم حقه غدا الخميس لنقاش اقتراح مذكرة تقول برفض مجلس العموم لمحاولات رئيس الوزراء إلغاء العجز في الموازنة على حساب المسنين في كندا وبإلزام الحكومة بجعل مسألة القضاء على الفقر في أوساط هذه الفئة حجر زاوية في مشروع الموازنة القادم أعرب النائب المحافظ براد تروست عن رغبته في أن يكون الانضباط الحزبي السائد في أتوى أقل جمودا معتبرا أن هذا المبدأ يعرق للنقاش السياسي ويمنع النواب المحافظين من طرح الأفكار والدفاع عنها ويعتقد تروست بأن فسحة أو مجال التحسين تتقلص عندما يتوجب على الجميع الدفاع عن الفكرة نفسها وبأن يكونوا ملتزمين بقرار حزبي بدلا من رغبات وحاجات ناخبي دوائرهم تقلص الاقتصاد الكندي بنسبة 0.1% في شهر 22 نوفمبر الماضي مما دفع بمعدل النمو العام نزولا إلى 2% ويعتبر هذا أول انكماش اقتصادي شهري منذ 6 أشهر بحسب ما أفادت به هيئة إحصاء كندا ويعزو الاقتصاديون هذا التراجع على انخفاض الانتاج في قطاعي النفط والغاز الذين يعتبران حاليا العمود الفقاري للاقتصاد الكندي تترقب شركات الأعمال الكندية التغييرات التي ستدخل على قواعد وإجراءات تمويل مشاريع البحث والتطوير وزير الدولة لشؤون العلوم والتكنولوجيا قال بأن الحكومة تستثمر 5 مليارات سنويا كمنح أو سلف ضريبية لتسجيع عمليات الأبحاث والتطوير في مختلف قطاعات الأعمال وهذا من أعلى الأرقام عالميا في حين أن العوائد قليلة وغير فعالة لجهة التسويق التجاري أو توفير وظائف انتاجية رفض حزب التحالف من أجل مستقبل كيبك الإدعاءات والهجمات السياسية والمالية التي يشنها الحزبين الليبرالي والكيبكي على مصادر تمويل الحزب ونفى السكرتير الإعلامي لزعيم الحزب فرانسوالي جو وجود أي مخالفات قائلا بأن جمع التبرعات تم قبل تحويل الحركة الفكرية أنذاك إلى حزب سياسي وبأن قيادة الحركة لم تعرف حكما بهذا الانتقال مؤكدا أن حزب التحالف لا يحتاج بكل الأحوال إلى دروس في المناقبية من هذين الحزبين وبأن التحالف لطالما كان حريصا على العمل وفق القانون وبشفافية مطلقة طالبت كارولين سانتيلير رئيسة بلدية لونغي في الضاحية الجنوبية لمدينة موريال بوقف اعتبارها جزءا من منطقة المونتريجي وجعلها الدائرة الإدارية رقم 18 في مقاطعة كيبك مع تعيين وزير خاص بالمنطقة الجديدة وبحسب سانتيلير فأن مخصصات المدينة ضعيفة طالما هي محسوبة ضمن النطاق المونتريجي وهي تستطيع إدارة مشاريع التنمية والتطوير بشكل أفضل ومستقل انتهى الموجز شكرا لحسن المتابعة